اهلا بكم افادت تقارير من الاهواز ان قوات الامن الايرانية مدعومة بوحدات من قوات مكافحة الشغب والحرس الثوري قمعت مظاهرات ليليا انطلقت في رابع ايام احتجاجات المواطنين العرب وسط المدينة وقامت باطلاق قنابل مسيلة للدموع وضرب المتظاهرين لتفرقهم فضى وزير الدفاع الاسرائيلي اليوم المطالب باجراء تحقيق في قتل الجيش 15 فلسطينيا خلال مظاهر شبطة اعمال عنف يوم الجمعة عند الحدود مع غزة وقالت حركة حماس ان خمسة من القتل من جناحها المسلح الذي تصنفه اسرائيل والغرب جماعة ارهابية والباقين من فصائل اخرى اعلنت وزارة الداخلية التونسية صباح الاحد ان قياديا ارهابيا لتنظيم جند الخلافة التابع بدوره لتنظيم الدولة الاسلامية قتل خلال عملية ليل السبت الاحد في محافظة القصرين في وسط غرب البلاد ولم تكشف الوزارة هوية الارهابي في انتظار نتائج التحليل الجيني للتعرف عليه موضحة ان عددا لم تحدد من افراد المجموعة جرحوا في العملية واصابت بعضهم اصابات مباشرة اشتركوا في القناة